التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التدعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة الكورونا والأزمة الأوكرانية واشدد رئيس السيسي على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة وأكد متحدث الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشطها وخلال الاجتماع تم استراد سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة كما وجه رئيس السيسي برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف بما يتواكب مع قيمته وأهمياته كأكبر متحف في العالم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف سمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات المتميزة مع شركة مايكروسوفت العالمية في مجال تطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وخطة التنمية في مصر وخلال لقائه مع براد سميث رئيس الشركة أكد مدبولي أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لا سيما فيما يتعلق بإنشاء مركز بيانات الشركة في مصر من جانب آخر ثمن رئيس الوزراء رغبة شركة مايكروسوفت في دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كاب سبع وعشرين قال رئيس الأوكراني فضوديمي زيلنسكي أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد وخلال كلمة المصورة أشار زيلنسكي إلى أن الدول الغربية لم تزود بلاده بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ وأشهد رئيس الأوكراني بالقوات التي تدافع عن ميناء عيوبل مشددا على أن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسبة مزيد من الوقت أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية وأضافت هيئة الأركان في بيان أن موسكو وصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا وذكرت الهيئة أن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات سجلت الصين 13287 إصابة جديدة بفارس كورونا فيما يعد أعلى عدد منذ فبراير 2020 وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البارر الرئيسي سجل 1506 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا مضيفا أنه تم تسجيل 11781 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 15477 حالة هذا ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة لتظل الخصيلة الثابتة عند 4638 حالة أما رياضيا فيصدف الأهل الليلة فريق الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا ويدخل الأهل اللقاء اليوم وفي رصده سبع نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي في دور الأبطال فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصده أربع نقاط نهاية مجزة تساعة ناو الاستكمال باقي فقرات صباح خيرية مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر